لم يكتفي جيش الاحتلال بقتل الفلسطينيين وترويعهم باستخدام القنابل والمسيرات فلجأ إلى أسلوب آخر في القتل والترويع باستخدام الكلاب البوليسية الوحشية شبكة الجزيرة الإعلامية بثت تلك الجريمة من خلال فيديو مسرب وثقته عدسة الكاميرا التي وضعها جيش الاحتلال على رأس الكلب أثناء مدهمته لمنزل مسنة فلسطينية تلك السيدة هي دولة الطناني مسنة فلسطينية بلغت من العمر عاتيا ذنبها أنها رفضت أن تترك منزلها في مخيم جباليا ما دفع الاحتلال لترويعها بالكلاب البوليسية جيش الاحتلال الذي يزعم ويدعي أنه الأكثر أخلاقية في العالم ها هو يطلق كلبا على تلك المرأة العجوز لينهشها بكل وحشية في فراشها العجوز المسكينة استغاثت وبكت ولكنهم لم يرحموا ضعفها ما تسبب لها بكسور في ذراعها فضلا عن نزيف حاد شاهدوا معي عليا أطلع من بيتي ولا أهجى بيتي وشبت الكلاب اللي تلقوا الكلاب علي ومعظم مونا لين في الفراش سحبني من الفرشة من الباب الأضل وأنا أصدت خطيرة لا فيه مستشويات ولا فيه أي حاجة لأتلقى عني من أيدي لهو تلقوا الكلب علي بساكل من أيدي وعرض أديه كلها وحين بعاني من أيدي السبت خطيرة تزامنت تلك الجريمة البشعة مع جريمة مماثلة كشف عنها المدير العام لوزارة الصحة في غزة الدكتور مونير البرش في تصريحات صحفية حيث أن جيش الاحتلال يمارس التعذيب على المعتقلين الفلسطينيين باستخدام الكلاب وقال البرش جيش الاحتلال أطلق على المعتقلين لديه كلابا مدربة لممارسة الفاحشة والرذيلة معهم بطريقة نازية وسادية وكانت الأمم المتحدة قد أدرجت في شهر أبريل الماضي جيش الاحتلال ضمن القائمة السوداء للدول التي ترتكب جرائم بحق النساء والأطفال ويبدو أن القائمة ستطول مع استمرار الجنود الإسرائيليين في جرائم يندلها جبين الإنسانية إذن مشاهدين الكرام جريمة الاعتداء على المسنة الفلسطينية باستخدام كلب بوليسي أثارت حالة من الغضب والسخط بين رواد منصات التواصل دعونا نستعرض جزءا من تعليقاتهم نبدأ مع قاسم الذي قال صورة المسنة الفلسطينية والكلب ليست للتباكي ولا للتعجيز بل لاستنفار الناس ضد كل ظالم يحول دون نصرتهم تحت أي سبب جرهم صريح قال هذه الصورة الفضيعة تعكس مدى الوحشية التي يتعامل بها الكيان الصهيوني مع الشعب الفلسطيني أما أحمد فقال مضى الكلام معالم الشعب شاف كل أنواع الموت والتعذيب اللي ما يستوعبها العقل حسبنا الله ونعمة الوكيدة اشتركوا في القناة